طلبات صف الثالث الاعدادي ان شاء الله نشرح مع بعض كتاب بيت باي بيت يونت وان درس اولو التاني طبعا كتب كلها نزل دلوقت يا شباب كتاب جيم كتاب المعاصر كتاب بيت باي بيت في كتب مختلف عن التانية كتب من زودها اسئلة وكتب فيها اسئلة مش موجودة في كتاب تاني ما تقلقاش خالص ان شاء الله كل كتاب هينزل لواحد وعلى القناة هنا شرح اليونت وبعدين حل وتمارين حل تمارين كل اليونت حل تدريبات كلها سؤال سؤال باذن الله مش هنسيب حاجة طيب يونت وان عندنا يا شباب الكلمات بتاعتها اسمها اللي واحدة كلها الكلمات بتاعتها كلمة يعني مطعم مكتبة ميزيوم مطحف اكوريوم مطحف لحياة المائية يعني بحيرة كلمة دي كلمة جديدة عليكم مهمة حضائق نباتية بعد كده عندي كلمة كافي بعد كده ماركت سبورت سينتر ستيشن يعني محطة كلمة يعني اثر يعني خصوصا او خاصة بعد كده عندي حروف جر الاماكن ودي مهمة جدا السنة دي لازم تعرف كل الوحدة يعني كلمة تحفظها على بعضها كده كلمة يعني بالقرب تحت مقابل يعني خلف يعني فوق بعد كده يا شباب الاتجاهات دي برضو مهمة عندك في اليونت زي كلمة يعني العطف يمينا او يعني شمال او يسار بعد كده كلمة جديدة عليك يعني يسير مرا بيه او بمحاذاة كزا يا شباب اللي بعده كلمة لازم تحفظها طبعا حرف الجر البني مع الكلمة كلمة مهمة جدا سأسئلة الاختيار كلها نحلمها بعض هنحلم شاء الله كتاب بيت باي بيت في الفيديو اللي جاي اللي بعد كده كلمة تيك ده ساكن درود يسلك الطريق الثاني من الكلمات المهمة جدا كلمة كورنر يعني على النصية اللي بعده عندنا بقى يا شباب حاجة جديدة عليك في تالت عطار السنة دي في بعض النون ممكن تتحول الى ادجكتب الى صفات باضافة فهتبقى كلمة كير تبقى كيرفول يعني حريص كلمة هلب يا شباب هتبقى هلبفول كلمة بيس هتبقى بيسفول يوز يوسفول وفي سؤال بييجي في الموضوع ده دلوقتي بعد كده شباب اثار او اطلال يعني رونز البعضه فيمس مشهور مادر حديس بلدن مبنى كلمة بورنج يعني ممل عندنا كلمة بيتش يعني شاطئ ناتشر ريزير يعني محمية طبيعية كلمة سينس الان او لانا كلمة سكواش بعد كده عندي perhaps attractive يعني كذاب pollution تلوز around historical how far shopping center اللي بعدو كلمة تريتش